لكن عايزة أسأل حراكي أستاذ جمال هل إحنا عندنا أزمة نصوص يعني أنا بابوس كده بلا نقاش آه بلا نقاش آه آه إيه ليه هل فقدنا المبدعين إلى حد كبير يعني في حصل السوشيال ميديا اللي جارت والشبابة بتفرج على عجلات بره من الشباهنا شوية والورش اللي اتعملت للكتابة خلت التست أو الطعم بتاع الكاتب اللي طولي محمد صافي عمري كتب كذا محمد جلال عبدالله ده طعمه وفلان ده طعم ده ما عادش موجود يعني إحنا النهاردة كان فيه محمد أستاذ محمد جلال عبدالقوي كان قاعد آه بشير موجود يعني والأستاذ بشير ديك يعني هي الفكرة لماذا إذن لا نستعين بالكبار ولا إحنا لازم نذهب يعني نشوف الشباب ده هتسأليني لا طبعا رائعي ونوما زالوا كل رجا بس مش هيبقى عنده يعني مش هيبقى نفسه يكتب أوزه زمان إنما أنا ضرورك ونا بنكلم ده ليه ما باش وحنا بنكلم صحبة في الاجتماع ليه ما باش في لجنة التقييم مثلاً آه نستعين بخبرات بشير ديك العظيم ده يكتب بس مش هيكتب بالغزارة اللي تسمع لنا نعمل ستين مسلسل وانت ليه كمان ناس يعني فيه تورك الشيخ موجود دولاتي في مصر وجاي برضو حيستخدم نفس الناس دول في خمسين ستين مسلسل ده دي إضافة مهمة جداً جداً يبقى فيه تعاون بيننا وبين السعودية لأنهم مفتوعة عندهم كمان شاشات كتير يعني ما بتجين أفلام كتير ما بتجين كونتنت إحنا الصناعة فمفروض نهتم جداً بتنظيم اللي بيجرى ده